السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسيرنا اليوم سيكون عن رؤية صنع الكيك رؤية الكيك من أقصر الرؤى التي يراها الكثير من الناس والذي يتساءلون عن تفسيرها فما إذا كانت ترمز إلى الخير أم إلى الشر يعتبر الكيك والطرطة والجاتو من أقصر الحلويات شهرة وانتشارا في العالم ويقدم في المناسبات السعيدة وخاصة في أعياد الميلاد وبألوان وبأشكال وبأحجام مختلفة وسوف نقدم أهم التفاسير لكل الأحلام الخاصة بالكيك ونجيب عن جميع الأسئلة التي تدور في رأس الحالم عن كبار المفسرين بأسلوب جميل ومبسط لكل من العزباء المتزوجة الحامل المطلقة الرجل الميت الأرملة كلا على حدة تابع معنا تفسير أكل الكيك في المنام للعزباء عندما ترى الفتاة العزباء في منامها بأنها تأكل من الكيك وهو مزين بالكريمة فسوف تتزوج من شخص صالح وطيب المعشر وأخلاقه حميدة في القريب العاجل والرؤية بشرة للعزباء على تحقيق كل ما تصبو إليه من أحلام وطموح وأمال كانت بعيدة المنال تفسير حلم أكل الكيك بالشوكولاتة للعزباء إذا تناولت الفتاة العزباء قطعة من الكيك وكانت مزينة بالشوكولاتة وكان طعمها لذيزا ومنظرها شهيا فالرؤية تشير إلى زواجها في وقت قريب وسوف تشهد الأحداث السعيدة والمناسبات المبهجة وتتلقى التهاني والتبريكات أما إذا كان طعم الكيك صيء المزاق وغير مستصاغ فسوف يحصل مكروه خلال مناسبة سعيدة تفسير حلم تقطيع الكيك أو الجاتو للعزباء إذا قامت الفتاة العزباء بتقطيع الطرطة أو الكيك أو الجاتو في منامها فأن الرؤية دلالة على قرب مناسبة سعيدة وعلى شخصية الحالمة المرحة والمحببة والقريبة جدا من القلب وعلى حبها وقدرتها على إسعاد الآخرين الكيك أو الجاتو في منام المرأة المتزوجة في حال رأت المرأة المتزوجة في منامها الكيك أو الجاتو الرؤية تشير إلى المودة والمحبة والألفة التي بينها وبين أهل زوجها على أرض الواقع كما تشير الرؤية أيضا إلى التخلص من الهموم والأحزان والمشاكل التي تواجهها الحالمة في حياتها أكل الكيك أو الطرطة في المنام للمتزوجة عندما ترى المرأة المتزوجة في الحلم بأنها تأكل الكيك أو الطرطة فأن الرؤية ترمز إلى الاستقرار والراحة النفسية والطمأنينة والسعادة في الحياة الزوجية وسوف يصيبها الرزق الوفير والخير الكثير تفسير حلم صنع الكيك أو الطرطة للمتزوجة إذا رأت المرأة المتزوجة في المنام بأنها تقوم بإعداد وصناعة الطرطة أو الجاتو فأن الرؤية دلالة على الطباع الهادئة والقدرة الكبيرة على إرضاء زوجها وزرع المحبة في قلبه واهتمامها ورعايتها لأسرتها وأولادها إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها بأنها تقوم بتقطيع الطرطة الرؤية دلالة على قدرتها الكبيرة على القيام بكامل واجبتها وتقديم الحب والعطف والرعاية لزوجها وأسرتها على أكمل وجه وربما كانت الرؤية إشارة إلى ضرورة تلبية الزوجة لجميع متطلبات زوجها ولا تنشغل عنه بواجبات أخرى تفسير الكيك أو الجاتو في منام المرأة الحامل إذا رأت المرأة الحامل في منامها الكيك أو الطرطة فأن الرؤية تبشرها بفترة حمل مريحة وسهلة وسوف يكون وضعها للمولود سهلا ويسيرا وأن الوليد الجديد يتمتع بالصحة الجيدة والعافية والسلامة من الأمراض والعلل تفسير حلم أكل الكيك أو الجاتو في منام الحامل في حال تناولت المرأة الحامل في منامها الكيك الرؤية ترمز إلى وضعها لمولود زكر ويكون بصحة جيدة وسليم من الأمراض والعلل بإذن الله تفسير حلم أكل الكيك بالشوكولاتة للحامل في حال رأت الحامل في منامها بأنها تأكل من الكيك المزين بالشوكولاتة والكريمة البيضاء الرؤية دلالة على وضعها لمولود جميل يتمتع بالصحة الجيدة والعافية والسلامة وإذا رأت المرأة الحامل في منامها بأنها تقوم بإعداد وضع الجاتو أو الكيك الرؤية تشير إلى السعادة الغامرة والفرحة الكبيرة لقيمها بخير وسلام بعد وضعها للمولود تفسير حلم تقطيع الكيك أو الجاتو للحامل فسوف تعيش في رغض ورفاهية ورخاء وستكون حياتها الزوجية مستقرة وهادئة وتدل هذه الرؤية أيضا على قرب وضعها للمولود عندما ترى المرأة المطلقة في منامها الكيك أو الجاتو تدل على وضع حد للهموم والأحزان والألم ونهاية المشاكل والخلافات سواء في العمل أو داخل المنزل في حال كانت الترطة مزينة بالكريمة تدل على خير سعيد يخصها ربما يكون زواجا مرة أخرى أو عودتها لطليقها من جديد تفسير أكل الكيك أو الجاتو في المنام للمرأة المطلقة إذا رأت المرأة المطلقة في منامها بأنها تأكل الكيك أو الترطة فالرؤية ترمز إلى وجود أصدقاء وصديقات أو فياء ومخلصين لها يقدمون لها النصحة والإرشادات ويتعاونون معها في كافة المجالات ويقدمون لها الخدمات التي تحتاجها تفسير حلم صنع الكيك أو الترطة للمطلقة إذا رأت المرأة المطلقة في المنام بأنها تقوم بإعداد وصنع الجاتو أو الكيك أو الترطة فالرؤية دلالة على تحسن الأحوال المادية والمعيشية وعلى أنها تشعر بالاستقرار وستنعم بالراحة في الحياة الجديدة التي ستعيشها وربما كانت الرؤية إشارة إلى الأخبار المفرحة أو قرب مناسبة سعيدة تخصها تفسير الكيك أو الجاتو في منام الرجل إذا رأى الرجل في منام الكيك أو الترطة أو الجاتو فالرؤية تشير إلى حصول الحالم على فرصة عمل أو وظيفة جديدة سوف يحقق من خلالها الكثير وكل ما يطمح إليه من غايات وأمان وأمال تفسير أكل الكيك أو الجاتو في منام الشاب العزب عندما يرى الشاب الأعزب في منامه بأنه يأكل الكيك أو الجاتو فالرؤية ترمز إلى قرب إعلان موعد خطبته من فتاة صالحة وطيبة تربط بها علاقة عاطفية جميلة تفسير رؤية الميت يأكل الترطة أو الكيك في المنام إذا رأى الحالم في منامه بأن شخصا ميتا يأكل الترطة أو الكيك ترمز إلى مكانة ومنزلة الشخص الميت في الدار الآخرة وهي بشارة للحالم بأنه شخص صالح ويراعي الله بالطاعة والعبادة ويكون من المقربين بإذن الله تعالى وإذا رأى الحالم في منامه بأن شخصا ميتا يعطيه الترطة أو الجاتو فالرؤية تشير إلى أن الحالم سيجد وظيفة أو عمل جديد وسوف يرزق برزق كبير من دون بذل أي جهد أو أدنى عناء ربما من خلال استرداد دين أو استرجاع مال سلب منه أو الحصول على مال من مرس وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد لا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك